ايضا عن تصرحات جديدة عن العلاقة مع تركيا تركيا اللي كانت حاملة مقاطعة رهيبة جدا ولعنات وطلعوا الاشياء انا يصعب علي يصعب علي الدباب الالكتروني الواقعي اللي هو بعيدا عن الدباب المصنوع الدباب الالكتروني اللي زي عينت حمد المزروعي وامن على شكلته واللي في السعودية اصعب عليها جدا في هذه دوقتات الانقلاب البستارة عالية جدا انتقال من السخن للبارد الخارجية السعودية نبحث عن سبيل لانهاء الخلاف مع قطر وعلاقتنا طيبة مع تركيا سلام وقول من رب الرحيم سلام وقول من رب الرحيم قال الوزير الخارجية السعودي ان بلاده تستمر في البحث عن سبيل لانهاء الخلاف مع قطر الدولة قطر الدولة الصغيرة جدا دي اللي انت وصفتوها وحطيتو فيها كل الجرائم قال لك بالنسبة للشروط التلاتاشر مين جاب سيرة شروط مين جاب سيرة شروط بالنسبة لحكاية سلوة سلوة احنا ما نجيبش سيرة ستات في المواضيع ايه سلوة وبتاع سلوة دي احنا ما قلناش كده خالص بالنسبة للطيراء بالنسبة للحج حج ده كان عن كل محلامة لا يمكن لا 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 ما تجيبش الكلام ده واوضح في حديثه اليوريترز ان الحل الخلاف مع قطر مرهوم بعلاج مخاوف امنية مشروعة لا السلام والمملكة لديها علاقات طيبة ورائعة انا انا ما فرقتش معايا طيبة والله انا فرقت معايا رائعة مع تركيا ولا توجد بيانات تشير الى وجود مقطعة غير رسمية للمنتجات التركية ابدا ابدا يا جماعة يا حد يا جماعة احنا احنا نستعير جملة الناس اللي كانت بتصور البط للبط مسطول لاحنا المساطيل لوزير الخارجية مسطول لاحنا المساطيل في حاجة يعني ازاي احنا اللي هنتحدث عن حدث بعيد وانت بتشوفت الساعات وزير خارجية عن علاقات الطيبة والرائعة وانه مفيش بتاع مع قطر هوريك هوريك هو انت ما شفتش الحملات والرجل ابوعود فاكرين الراجل ابوعود هاتلي راجب وعيد يبضيق لحرق العود وقالك العود التركي وقعوا المقاطعة للمنتجات الفرنسية دي معمولة عشان تغطي على المقاطعة للمنتجات التركية اردوغان المجرم مش ده اللي كان بيتقل رئيس غرفة التجارية السعودية هورهولك دلوقتي في فيديو متصور فور كي فور كي رئيس غرفة التجارية في الرياض رئيس غرفة التجارية سأنا هقولك تايتيله بالزبط في الرياض في فور كي رئيس غرفة الرياض التجارية اللي لا يمكن لا يمكن يعني يقرر يربس شماغ ولا غطرة من غير ما يسأل هوريك بيقولي اعلى تركيا قالك احنا ما عندناش مشكلة خالص مع تركيا فتتساءل علاقات طيبة ورائعة مع تركيا ولا توجد بيانات تشير الى وجود مقاطعة غير رسميا من تركيا التركيا ابدا 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 لا ابدا الكلام ده كله ما حصلش والله خير خير بس احنا يعني بنتساءل كل اللي كل اللي تقال وكل اللي تعمل وكل اللي عنات لا ما حصلتش مش مسلا نعتذر او يعني ده كان تصرف غير مسئول اه اه طب خليها حاملة شعبية احنا مش مسئولين عنها لكن السعودية بترفض الحاملة الشعبية مسلا اي كلام كله كله كلام حقيقة هاجيس لكن اي هاجيس ممكن تمر قالك احنا لا ما كانش فيه اي حاج فتتساءل كل الاتباع دول اللي 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 ملقوا الدنيا صريخ ولعنات على تركيا قوة قابليها قطر يا جماعة طب انتوا هتعملوا ايه اه العمل عمل طال عمره اللي يشوفوا طال عمره احنا هننفزوا مفيش اي حاجة ما جراش اي حاجة طب الحمد لله ايه اللي تصحى صحيت النوم افتح الملك سلمان يجري اتصالة مع الرئيس اردوغان ايه ملك سلمان ورئيس اردوغان قالك الحوار المفتوح وهنعمل ايه في المشاكل في المؤتمر يا فخمة الرئيس لا يا شيخ وايه اللي هنسويه بقى طب اه اه رأيك طب بالنسبة يا راجل مقاطعة ايه عندكم ايه عايزين تصدروه ليه التحول ده وانتوا تعودتم معانا على التحولات اه اه السعودية ستايل السنوات الاخيرة تحديدا واحنا ايه غير شوية التحولات فوق بعضيها ايه غير شوية التحولات فوق بعضيها ايه المهم ايه المهم كل حاجة اه بتتشقلب اه بشكل كبير جدا تبقى محتاج تراجع كل كل نص دقيقة ايه اللي بيحصل اجيبلك التصريحات اه كمان بعد اه اه قليل اه بتاعت الرئيس المقاطعة الشعبية وفرد عين كان بيقولك فرد عين اه على كل سعودي فرد عين على كل سعودي اليوم اه كل سعودي هو الاس حربة في هذا الموضوع اليوم تحكي عن خلابات سياسية اتفق معك خلابات سياسية تنشع مع كل دول العالم وتنشع خلاب سياسي وينتهي بسبوع سبوعين شهر شهرين ولا يتعدى اطاره السياسي تركيا اليوم لا ما هو خلاف سياسي اليوم هو خلاف يعني يعني يتعرض لنا يتآمرون علينا اليوم احنا نشوفهم لهم سنوات سنتين او ثلاث سنوات اليوم في عداء ممنهج في يعني عداء يعني مخطط له اليوم لما نسمع القيادة التركية الحكومة التركية يعني الرئيس التركي لما نيقول كلام انه في دول كانت موجودة ما راح تكون موجودة يكسد دول الخريج هذا يستهدف وجودنا هذا ما اسميه خلاف سياسي ولا اسميه انه انه شيء عادي رئيس الغرف التجارية طالع مش في الرياض بس دلوقتي زمالي بيكدوه لا ده رئيس كل الغرف التجارية عجلان العجلان السيد عجلان العجلان قالك المقاطعة الشعبية وفرض عين على كل سعودي عجلان العجلان انا عايز تصريح عاجل من عجلان بعد تصريح خدم الحرمين من شوي اليوم انه حنا هذا مو مزح لانه اليوم حنا كل ما هو تركي ينكون جادين في هذا الموضوع انه زي ما ذكرنا انه ما في استثمار ولا سياحة ولا استيراد هذا الموضوع جدي واليوم قالوها بصريح العبارة انه دول الخليج او الحد دوع انه دول خليج انه بعضها موجود وبعضها لن يكون موجود هذا وش ننتظر منه هل تنتظر انك تروح تسياحة وتدفعهم ألاب الدولارات هل تنتظر انك تستورد منهم منهم أي سلعة وتستخدمها هل تنتظر انه أرسل أموالي لهم للاستثمار عندهم حيث انهم يحاربونني فيها اعتقد انه هذا انه ما عد في الصبر منزع بالنسبة لموضوع التركي انا اعتقد عداوتهم واضحة وصريحة اليوم هذا ليس فرض كفاية هذا فرض عين على كل سعودي يجب انه ما تطلع اذا حتى لو صارت سياحة انه ما في طائرة سعودية او ايا كان تطلع فيها سعودي سياحة او استثمار او ايا كان يعني هذا موضوع وجودي اليوم هذه القيادة التركية ما اخذه موقف عدائي واضح صرف ما فيه تراجع احنا نقبل هذا الشيء هل تقبل على نفسك على ابنائك على احفادك هل تقبل على ارضك على وجودك على قيادتك على بلدك دوع وجودي لا يقبل اي مسح طيارة واحدة مش هتطلع من السعودية على تركيا فضل الله اكيد كلنا سعوداء كل ده اصبح من الماضي سقول خفت من الشعر اللي ساعة تروح وساعة تيجي قالك ده بتاع وجودي قالك لا اكيد دلوقتي هيقولك عجلان العجلان